اشتركوا في القناة 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 القانون بدأ من عام 1992 حكينا قد املك في عام 1990 لما هو موانسانك لأموين عام 1992 ما حدث؟ خو الرئيس بن علي تحاكم على قضية متاع ترويج مخدرات وصرت عليه فضيحة في عالم كامل وصحف دولة تكتب عليها وغيره اخي بن علي حب يوري للعالم والشركاء تونس اللي هو ما عندوش يم مارحميني مع المخدرات كما يقولوا عمل القانون هذيش عمل بطبيعة كما نسيسي نعم في تونس عمل كوبيه على قانون فرنسا وعملو كوليه في تونس إسادوني قانون العام هو القانون معمول على أساس سياسي بمتياز وحتى حتى في أمريكا دعين سمحني بذي جوز ما قوتلكش هذيك هيا جوزتما صفقة اللي عايتولها الفير اللي سميت وقتها الكوسكوس كونكش وحتى في أمريكا كي صار تجريم القنة بالهندي صار على أساس سياسي في وقتها الرئيس نيكسون وقت عمل الحرب على المخدرات حاب يلوجه لحاجة بشي قوي يوري لي هو صار مقدام العبيد وقدام الجمهور ووقت حاب يعمل حرب على المكسيكيين وكل شيء دعيني قنة بالهندي باش نحط مع الهيروين في خطورة كمادة خطيرة بنفس الحاجة هيك في أغلب الدول العالم رأى القنة بالهندي على أساس سياسي وليس على أساس علمي وصحي أبسولي أما الهندي ذولي ونسأل فرويحنا يمكن يجمع عليش لليوم القانون هذية قاعد موجود وحيث تطبيق وتنفيذ وقت اللي عملنا ثورة وعملنا قال الرجل انتفاض على النظام القديم وعلى النظام البيئد وغيره نظام القانون الأسباب السياسية التي تحطى على خطرها القانون هذية المفروض لليوم عشر سنين بعد الثورة الأسباب هذية أصبحت باطلة إلا أن القانون منزل سيري المفعول هنا جمد ومض معناه تم استنبط قانون بش يغطي على فسيد عائلة واحدة بش في اللخم يداموا بعض آلاف العائلات هنا نقول مش لازم كن نغم الموضوع بعد الثورة ومش تنحكها ونغم الموضوع تم التعويض لجال العبيد اللي يمشي وضحية القانون هذيك معناه يريدون لهم الاعتباء بعض اللي عاشوها ذلك الكل ليس بعض آلاف مئة وعشرين ألف مينموم سالشان المئة وعشرين ألف شفر قديم شوية عنده سنوات أي مرأو اللي يسمع فيكم يقول لي تعمل الأسباب السياسية لكن عليش يلزم منها حيوة واحد ما فيه بالوش بالكل عليش تحكيه وكاين اذا كان هدف القانون هذية هو الحد من الاستهلاك والحد من ترويج المخدرات راهوا من عام تين وتسعين نلتوا ونخليوا العديد للأرقام لحلقة زعمتها ونهول راه عديد المستهلكين زادت ما نقصطش يعني إذا كان كما يتقال لنا الهدف متاع القانون هذي هو إصلاح هو الإصلاح فما قامش بالهدف متاعه فظهر لي سلطان إنه نرجع نشوفه دايور الكلنا عنا معناها أكيد عبيد في الانتراج متاعنا من عائلتنا ولا من أصحابنا ولا حتى نعفوهم من بعيد الزبوا معناها في جارة القانون هذية من عرش سواء الاستهلاك سواء المخدرات بيدها معناها وخطي ما ننسيش باش عبيد من استهلاك الزطلة بعد ما دخلوا للسجن تعلموا حاجات أخرى ينجدد فمن أنواع أخرى متاع مخدرات نعرش كين تعفوا عبيد هكا ديجا غير أنواع أخرى متاع مخدرات السجن التونسي راهو سجن مخلط يعني السجين اللي يدخل على استهلاك القناب الهندي راهو يتحط مع سجناء أخرين يمكن فيهم انه الدخلين على جرائم دم يعني ماناش نفاد الكل نحن نقعدوا نحكيو في المحلول حاجات كونكرت حاجات حالات إنسانية انتوما أكيد تعرفوا في كما قالت ملك في أخاربكم في صحابكم في ولد حمدكم ناس تعرضت للاحكاية ذاي كيفاش كانت التجربة هذي أنا واحد من ناس ما نش نحكي على كمتاع عبد تشد في الحبس نعرف واحد ما علينا في ذكر الأسامي تشد معها الزطلق والحاكم قال له ميسيالش ماشي شوية ما ماشي حويج أفرح بالله في سبيل الله وأقفوه في الدستربيوتور ودفع أكثر من مليون جوش باش الليلة ذي كما يتعداش عند التوقيف حيثم انا نحب نحكي الساعة العدد اللي بش نعطيه طول حاجة نحب نواجه تحية للدكتور ناجد بدري واللي هو فغماسيان وشغشغ تونسي يخدم على الموضوع هذي في ألمانيا عام 2015 وعام 2016 رهو 44% من الناس اللي دخلت بالتهم هذه دخلت غلابس دخلت ثاني مرة يعني وكي تدخل ثاني مرة مكرر معنا تعرف ان الجزاء ماهوش كما الجزاء كما تدخل لأول مرة يعني الدولة هذية تتعامل مع الناس هدوما دخلتك أول مرة خرجتك نحطك في الطبيعة هكيكة انتي بش تبطل الدروغ وحدك واذا كان ما بطلتش الدروغ وحدك هكيكة سبحان الله نعود اينا ندخلك ما فهمتش كيفيش اينا نشوفه في المجتمع متاعنا كي يبدأ واحد مريض قلب وعنده مشكلة في القلب متاعه لنصخفو عليه ونعالجوه نزوه الاسبيتار واحد مريض ما نعرش انا بأي مرض واحد اخر وكل مدمن على المخدرات الدولة ما هي موفرة له حتى شيء ما هي موفرة له حتى ايليات للتعالج من الادمين هذية انا ممكن نحكي لكم على صديقة لي اقرأت معايا في القبل اخوها ديغنيغما تشد وحكيت وتسمعت برشا هو قاسم بن عيسى تحكم بثمانية شهور في الابتدائي من بعد صار تعقيب من النيابة العمومية سمحني استيناف من النيابة العمومية وتحكم بستة سنين هو صديقه على الاستهلاك وبنية الاتجار بنية الاتجار ايه حكموها على الاستهلاك وعلى النيابة اللي في مخه ايه 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 بخلاف الوصم الاجتماعي المجتمع ايه 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 فيهم اللي وصلوا عن طريق التصويت ستة وصلوا عن طريق التصويت وتعرفوا انه احنا عنا البلاتفورم الديمقراطية مناظرة.com الشباب متاعنا يحطوا فيديوهاته تسعة وتسعين ثانية في الفيديوهات هذه يعبروا على اراءهم الموضوع فستة اسعفهم الحظ او اسعفتهم الديمقراطية واصوات الجمهور وصلوا معنا وستة اخرين هما من قدماء مبادرة مناظرة شاركوا معنا في زعمات اللي فاتوا هايثا مش تكون عندهم الفرصة انهم يطرحوا اسئلتهم وافكارهم والحلول اللي شوفوها للمسألة هذه انا جديد معاكم سماح فضل راني من هنا حبيت نقول للجمهور العزيز يعطيكم الف صحة السيت فريمان طاحت المانتوم على بعض الفوت الفوت فريمان والله حاجة انخويابر وصلنا في لحظة معاينة السيت في 25 الف شخص كلهم قاعدين يصوتوا للمشاركين كنت حاجة اكسيبسيوني المرة هذه منعرش كان نجمو زيدو نحكيو على الحاجات جدودة جديدة في زعمة تاونهور جستو مو هذي هي الفكرة خاتر انا جديد معنى الهني فهمت مستنسين زعمة زوز دي جون زوز دي زنفيت شنو الفرق بين زعمة والتاونهور هايث مش ديما كل موضوع نجيبوه فيه ابيض واسود يعني فما مواضيع معظم نتفقوا فيها ونختلفوا في اجزاء بسيطة فاحنا منحبوش نفرضو على الشباب يا تكون معايا ما تكون فيه موقع المولاة لقضية ما او المعارضة لقضية واحدة شكون فيكم يفهمنا شنو التاونهول التاونهول اوكي التاونهول هو فورما متاع تعليقاءات كانت تصير بديد في امريكا الشمالية دونك الفورما هذي يكون فيه حضور لسياسيين لسناق قرار وغيره يحكيه مع الشعب مع الناس اللي هوا ما ينوبوهم ويتناقشوا حالو المواضيع اللي يتهمهم ومن غادي كي يخرجوا بحلول او يخرجوا بتعهدات ولا غيره دونك مناظرة المرة هذي جابت لكم الكونسبت الجديد في زعمه التونس وكيما قالت مريم اول مرة في المنطقة ناطق بالعربية وفي تونس ثم احكيه عن الفاكت شاكين 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 هما زوز من شباب مبادرة مناظرة اللي هما جيسرر واسيم اللي شاركوا معنا قبل في زعمه دونك هما اللي بشي عملوا الفاكت شاكين بشتفرجوا في الكليب منتاحهم على الباش فيسبوك بتاع مبادرة مناظرة بيه هجوستموا ها بشوفوا تقرير صغير على كيفاش كانت خدمة الفاكت شاكين شاكين الأخبار الزائفة هي معطيات ومعلومات كاذبة يتم الترويج لها من خلال صور مقاطع فيديو تصريحات وغيرها من الأساليب بهدف خداع الجمهور ومغلطة الرأي العام بالكذب ومن خلال أيضا اختلاق أحداث تشويهها أو تلفيقها ولذلك ظهرت منصة مصبار للتحقق من الأخبار الزائفة بهدف دخل الأكاذيب والخداع في الفضاء العموبي بالاعتماد على معايير دولية في مجال التحريب للأخبار كما تنتمد وتلتزم بمبادئ الشفافية والمصدقية والمنظوية يا هاوبي احنا انا واحد من الناس نذكر روحي عندي سنين راني ننكعر عليها لحكي هذه كل مفرش في برامج العالم المتقدم يبدأ فما دي جورناليست قاعدين في بيت واحد يحكي حكاية غالطة بالوقت يخرجوا هلو ما يرحموهوش الحاجة اللي بيهي هو إنه المرة هذي أول مرة بالحق تصير في تونس وفي برنيمش كيف من هكا من نوع هذا بشاركة مع كما قلنا منصة مصبار دون كيفما شفتوا في الفيديو عايشة حكيت لنا على المرة هذي إش معناتها الفاكتشيكينج وحكيت لكم زي تفسرت الكونسيبت بشوفوا الفيديو بعض على الباج منتع موبادر مناظرة ومناصة مصبار اللي فيهم الفاكتشيكينج متاع الحلقة كاملة الزعمتون هؤلاء دوكا قبل 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 انا سمعت اللي فاما التسيري بيت أيوها ملي فارماتيات متاعكا كمباشا تفضحنا يا مريم كل شيء مسجل ومصور. تفضحنا يا ماري. بالصوت والصورة. نحن نحب نشوفه. حاطئنا لا أحب نشوف. نحب نشوف. لا 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 لا. نحضرنا. لا 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 لا. لا 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 نحضرنا. لا 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 تسجرنا. لا لا يهديكم. أرجوكم معنا استسريبات. كل شيء بالفرشة. أجواء التدريب. غادي جاتك التدريب. هذه أجواء التدريب. الغالله و إيضا. حالها وhao نحصل البديد لربح وها الم öld. يا منا يا منا. يا منا؟ يا الليل يا منا؟ يا منا، يا منا. يا بالكتوى لك فيه يا منا يا قال ありがとう concealed. يا منا، ل accidents تشغل يا منا، يا منا نسوي ص Bundes Heather who loves you. بابا و مي أمني ول vanilla خ manifests لا تفهموا ساعة في حاجة رأيكم اللي تشوفوا فيهم وكل عداء ولي تست بسير متاحهم نيجاتيف جوهم بايدهم ما خلينا الناس تختارتك لما تأكدنا إلي الكورونا ما تلعبش أنا هيتم بش نتخليم إليك تعمل إسلام متاحا وسأغادي رؤى الحصة أرجوكي أرجوكي لاتو فما إسلام زيدا ملا جمعية عند أيوة فلان بن فلتان صنفوهم المجرمين حكمه يوصل للبارش سنين تقولينش يا شسرق درشكون حرق تستر على جرائم ولا تحيل خمم ولا وج ووحدك السيناريويت الكل اللي تخيل لا إعتدي ولا اغتصب ولا اللطف قتال الروح أما بلاده العزيزة اختارت بشليه والأليف كيفو تدفن الطموح عدلوميما مسكينة بديت تعيش في مغالطات يقولولها إلي والدها مجرم وهي تصدق حتى كان العين شايمارات تي هو أبيدو ينجم يصدق ولو يعرف روحو بالباه البلاسة اللي تحط فيها والأعباد اللي يدور بيها ما يخرج منها كين ساهي تلميذ ولا طالب ولا عام اليومي الفيدة ارتكب خطأ شنيع شدوها عندو جونتا ولا خلطو عليه طفي في البونتا دونك حليل مستقبلو يذيع وجهك طافي ما يجذبش إش تعمل هوني إش مجايبك من حومتك اللي اسمها ما يعجبش تعدى حلل ونبنيو من الحبة قبة واخسارة كين تطلع مريقل تواكيفيش حبوسيتنا بش تتعبا قلك قضية شباب طايش وشاي مفاهم ميل للانحراف وأحنا كبار ونعفو ونحميو ونواعيو فيهم بتورق قمة في الاحتراف عندك الحق خاتر اللي بكرهابتو لابس كوستشو ما توقفوش تفاركسو أما اللي ريكش مع ولاد الحومة في راس النهج سي نغمال تحت تقيك تعافسو سي قابو زاطلة مش جريمة وهوما مش موش ممين ولكل أم نحب نقول لك يغلطو فيك والدك ضحية واحنا لكلنا مكبشين نجمو صفقو نرمال موت عملكة كتاو محكيتش عن محليو اللي يبانيين محلي اسلام تحكين عليه شوية اخر كنت حب اسلام أما اسلام المريول ولا المريول أكيد بش نخذوا رايك بش نخذوا رايكم في اسلام المالك و مش نتعديوا بقية الفقرات اللي عنا الليلة فاسل صغير أنا راجعي موسيقى فاولك في الفن خمسة وخميس وكذلك اللقاء مع أنت بالحق تحس بقلب وأرب بالحق تمثنا كلنا الحكاية نحن نعلم مارينا نتخف ليدتاي بارشة أما تواينا من حومة شعبية به وعنجي بارشة من وليد حومة تسوان أعرفهم من قريب ولا من بعيد وبرسمي أعبيد قراءوا معايا وكانوا من القوائل عندي أنامي منعش كن نجم شكو الاسم ومازيل كيتواقف مازيل ما تحكى مش هو التوا ونجي جي معنا إنوية كنا نتسيب قوش كونيجي لول معنا قينا مع بعضنا كاليجي وليسي معناها برسمي إنسان ليه بقرأيته نحس لي فريما على منعش سيجار وزاطلة ولا قديش تدام رحية إنسان ولا تاهر سيتانى مي بخوش دو مواز دو نعفو بالقدة بالقدة وعمو 21 سني كهو بغض النظر على كل شي نراها ببرشة برسمي برشة سبعتاشين سني ونا شوفت أمه ودارهم وكل سبعتاشين سني سيدخو وفي دارهم معنى يتشد وباسم يتفل برشة أحكام فقيلة برشة عباد على روح ما تاخذهاش معنى اكزاكتما ايو بعض تحط في الحبس مع عباد اغتصبت وقتلته والليكن ما يعفوشي واللي يعفو طو سنبلو ما معنى وبالضبط هايتم نرجع نقول انه 17 سنة هدو مهمشي غيروا حد شي على خطر احنا رانا توا أبار انه القانون قانون فاشلو كما حكينا من اللول القانون قاعد يتطبق شطر وكهاو فما كان اشتر ثانية ذاك اللي زينوا بيه متع الاصليح ومنعر شنوه لكن اشتر قانون قاعد يتطبق ايشنو حلها شو نعم الشيراء الشيراء الثورة الثورة شفنا 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 مشكلة في تونس انه عنا بارشة ما في شكل في القوانين بتاعنا المجلس متعنا ما يتحرك إلا ما في سبوك يحركوا والمشيراء يحركوا هذي حاجة اللي راها هريد كيفش يسر وقف معايا نقف معاك تيم عايش كمان المجلس متعنا للأسف قاعد ديما يتفاعل مع القضايا مش قاعد يخلق هو مش قاعد يخلق الحقول للخلول قاعد يرياكتل المشاكل ايبه نبدل القانون كيفش نردو شنو الحل معناها تقولي انتي مثلا ما نحطوهمش في الحبس ايبه أول حاجة هي التجريم انت لقصد لك حاجة مهمة برش كيفاش على سيجارو تتصنف شخص الخاتو تنفس نوع من الهواء خينا نقول له الزطلق تحط هو ميكة مجرمة أول حاجة ضد التجريم مثلا أنا كانت عجري عندي تجربة يقريت البرر في نيويورك والبينامي اللي ساكن قدامي نهار كامل يتكيف القنة بالهنتي كيف جاول الأمن حال معاك كيف جاول الأمن معاك كيف جاول الأمن من الجامعة وشدوا عنده معاك القنة بالهندي عملوه معاك عديوه على المجلس من الجامعة ليشدوه ليتحاكم لحد شيء ورجع يقرأ عد عملوه معاك عقوبة متاقرة ورجع يقرأ كان جاي في تونس عنا خمسين ألف حالة خدمات اجتماعية كبديل ما نعرف شيء يعاونوه معاك هوا بتبيع الشيء خنذكروا بحاجة مهمة من واجبنا للمهني والإعليمي نحن كان باش ننصحوا كسوسوها الشباب ولا حتى اللي مش شباب سيكوا يبعدوا على المخدرات قدر الإمكان كل أنواع المخدرات وكل الدوزات متاع المخدرات أما الفكرة اللي هنا هو أنه أي اللي غلطت وتكايف ولا استهلك مادة مخدرة مهما كانت موش الحل اللي أنا نحطوه في الحبس عمركشي سمعتني واحد تخلى على قانون ذات لهذا وخرج مواطن صالح بعد معدسة تشرو بخلاف بخلاف هاي بخلاف حكيت عليه في الشيان يوتيوب ياسر حكيت على إنعكاسات الاقتصادية والمالية بتاع العقوبة أما بخلاف فماش كان هذا هو اللي يسمع فيكم شي يقول يقول بهي أوكي ما نحطوهش في الحبس لكن شنو أنا عمله ها وفم تحركات احتجاجية وشباب يهبطوا للشارعي يظهروا يقول لك تقنيين وسيبوا المخدرات وتولي الدولة هي اللي تبيحهم وإلى آخره أنا نحب نحكي في حاجة مهمة نعم باش ناخذ الكلمة باش نفك سمحني بي أنا نحب نحكي على حاجة لهني نحنا كيف نحكي وعلى الزطلة يدي تحديد سلعنذيخة معنى سلعنذيخة هي مصوير سلعنذيخة معنى ليه بالحق معنى أما الكنابيس رهي مادة تستعمل لأغراض صحية لأغراض طبية وغيره معنى في برشة بلدين في برشة بلدين مقننا سلعني مش ننطلق ما اللي قاله هايثم ما اللي يقول وانتي والحاجة نحب نعاوذ نذكر أنه احنا ما نشجعوش من المنبر هذه خطر مسئولية بالنسبة لينا قاعدة قدام كاميرا ما نشجعش على استهلاك لا القنب الهندي ولا الزطلة ولا غيرها ولا الدخان ولا الالكون ولا حتى شيء على خاطر حتى الأمام المتحدة لجنة الأمام المتحدة للمخدرات اللي نحاتها من قائمة المواد الأكثر خطورة حطتها في قائمة أخرى وحتى بعض ما حطتها في قائمة أخرى يقولوا في التقرير أنها مسبة الإدميند بدرجة كبيرة ومعرضة بشدة لسوء الاستخدام هذا واحد اثنين القنب الهندي يستخدم لأغراف طبية وكل شيء نحب نزيد صحيح اللي قلتوا رانيا لكل أهما من باب مسؤولية راها مش معناها القنب الهندي نستخدموه بش نداويه حاجات معناها نمشي ندور السيجار ونتكيفه لا راهو يتم استخدامه راهو يتم استخدامه تحت استشارة الطبيب وتحت استشارة الصيدلي ومن أردنونس تعطيوها للصيدلي هذه حاجة لازم زادا نوضحوها حتى رميكم تعرفوا أليف راهم يتفرجوا فينا دخلت وشوفت رانيا على الفيسبوك بحقا والله كما نحكي لك برج مراقبة رأي مختلف شوية في الحكاية متاع المشاعر هذي كل ضد القنب الهندي ولا ضد الزطلة أنا موش معهم أخذ المشاعر هذي والحزم تجريب نجم نحطوهم زادا على الدخان والكحول اللي مثلا الكحول تقتل في العام ثمانية وثمانين ألف واحد هذا ما حسب الـ في العالم أي منظمة في أمريكا اللي تحكي على الدخان والدخان يقتل أربمائة وأربعين ألف واحد في العالم واذا تقتل سر كيفاش أن السكر جدا أي مادة رأي السكر ونصر على القهوة متخذوش على بعضكم خطر الناس ما تفهم حد شيء كمل ولا تدخل قصير رشيق وقصير عديني الرشاق القهوة السكر رأي أي مادة عندها ستجعلك مدمن عليها أخي فما مويد تستخدمهم مارتين تولي مدمن عليهم وفما مويد تقعد بارشا تستخدمهم ليس تولي مدمن عليهم ذلك هذا هو حسب مفهمتك يسر تحب تفارق ما بين المدمن والمستهلك نعم تفاضل كم والقنب الهندي هو ثم زادة ديرابور تقول أنه ما هوش مادة يتم الإدمان عليها بس سهولة لأن العبادة تدمن على الدخان وتدمن على الكحول أكثر بيسر من أنها تدمن على الذهاب هو فما فصل بين وفاتي يجب أن نفصل بين الإدمان الجسدي والجسماني والإدمان النفسي تحكي على الدخان والالكول النيكوتين والالكول مواد كي ينقص النسبة متاحهم في البدان البدان يتقلق لكن القنب الهندي وفما مواد أخرى هو إدمان نفساني بالأساس هي حيلزموا علاج لكن مرش بالزرارق والسفراج ومراقبة طبية إلى آخره أطرق اللي أحنا سمحني في تونس معناها نعفو الحالة معناها متاع السجون معناها في تونس السجون هي عبارة على معمل متاع إدمان ديجال المخدرات خاطر أنواع المخدرات لكل قادة تدخل للسجون بكل أنواع حوالي كل ما يعرفش يزرق وليعفي يزرقوا إتترى 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 وزوري قد دور بين ستة بالنس أبغل أمراض والنجم تندشر أبغل إحاطة النفسية خاطر إنسان بعضيك كي بيش يخرج من السجن ينشي بعضيك كيفيش بيشتعام ويش يندمج في المجتمع بيش يلقى روح أبرل بيت روال المسخ اللي كي بيش يمشي بيش يخدم ساعة الخدمة العمومية ينسيها جملة معش وما حتى إنسان بيش يقبلوا وأبغدارهم اللي ذيكا ولدها تخل الحبس وليزيد كلم ومجرم منحرف بلغة نحنا كلوشار والكلمة ذيكا الكل لفهم إحاطة نفسية لفهم حتى النوع معناها أنهم يحاولوا هي سجون والأسلاح السجون موجودة والأسلاح غاية موجودة بنتمجنا مجرمًا بلغة الحلول قبل الحلول ن故 نحكي على الجانب المالي وهي مدابة ملك بكرة حكيت على السجون نعم 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 ستذكر أم في تونس التلميذ تصرف عليها الدولة في النهار دولار ونصف بينما السجين تصرف عليها أكثر من 12 دولار وحاجة تحسبها في النهار الدولة تخلص عليها ثم ثلاثين دينار تحسبها في النهار ثم ثلاثين في المئة وعشين ألف في ستة شهور يجيوا ما يقارب سبعمائة مليون دينار في القديش في العام تريبيا به 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 أوكي نجموا يعني برشة الحنول أعطينا الحنول أنا راو هيتم راو قريت الدباه هذي ديسكوغ هذي أكبر برشة من السجن ومركز الإصلاح ومن عرشنو رانا في تونس في الموضوع هذي راو من عام 2015 ما صارتش إحصائيات راو في عهد التكنولوجيا وتوفر كل آلات التكنولوجيا آليات التكنولوجيا من قريبنا عملو لها عيد ميلاد إحنا الإحصائيات في تونس ثاني حاجة راو في تونس مع الناس الهيلف كير بروفشنلز أنو إحنا في تونس ديغني غموا في الفاكولتي دومانسين في تونس ولا فهم إختصاص يقرأوا علم الإدمان فنكتفي بهذا القدر يعطيكم الصحة لكي نكملوا الدباه متاعنا بيانسور لكن في زعمة تون هول تودسويت بش يبدأ علاقة من استوديوات قنات التاسعة وبرشة قنات إذاعية وتلفزة أخرى هاكم قاعدين تشوفوا نتصور في الجماعة قاعدين يسخلوا في البندر يحضروا في استوديو وبشرجوا في حاجة قوية برشة اليوم تودسويت هاي بيش تبدأ خليكم معنا أحنا نرجع لكم إن شاء الله في حلقة جاية مجي للجاية بيش نشوف جستمون جستمون هاكم تشوفوا هاي هاكم تشوفوا في الزيماج متاع استوديو نورمالما بيش نبدأوا بعد دقائق قليلة يعطيكم الصحة اليسو خلود حاضرين سبق فالا هامجة والصور اليسو خلود عندك السيد النواب على اليمين السيد المشاركين والخبراء كيف كيف عالي ساعت شوفوا فيهم بعد دقائق قليلة يبدأوا نحبو قولكم يعطيكم الصحة شكراً على حضوركم معنا مريم هيني ياسر مشات ملك حاج عمر وأرانيا نخليكم توتسويت مع ومضة تحسيسية أن جتها بروباقاندا برود منذ سنوات في إطار حملة بدل 52 الحبس له نشكروا بروباقاندا برود تفرجوا في سبوت توتسويت وبعدها تخلطوا لزعمة تون هول شكراً لكم نقابلكم في حلقة جاية مجي للجاية سبحان أخير في رأس ما زل ما قررشش يعمل بعد الباك رغم اللي في مخه برشة خيارات أما بوشوشة والمرناجية عمرهم ما كانوا بناتهم كيف ولده بدا يتكلم ويحبو محمد ما كانش موجود سليم اللي قعد سنين يستنى في خدمة حكايته فات قبل ما تبدأ وليد ما يرجع يعطي روندي فوات كان بعد عاما فانتظاراً وجيها عفو هالة والتي تتخمم تعمل إكسبون بتاحها في الحرس علي كان الوحيد في الولاد هوتو اللي ما تخلش الحرس على سيجاب بدل قانون 52 الحبس لا موسيقى 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 شكرا